تعالي نروح لشوية نرجع للسلبيات والسيروكيات اللي موجودة في المجتمع اللي محتاجة وقفة الوقعة المؤسفة اللي تم تدولها على مدار يومين اللي فاته بان فيه في نوزة جديدة فيه مدرسة فيه نبيل الوقاد والوقعة دي اللي تم تدولها على السوشال ميديا ام اطلقت كلب الحراسة بتاعها او كلبها مربياة على اطفال فيه مدرسة الشهيد نبيل الوقاد عشان تنتق من طفل ضرب بنتها شوفنا صور الطفل اللي تعرض لجروح اتقالي انها نتيجة هجوم الكلب عليه وده اللي خلى الجهات الامنية تتحرك بسرعة الوقعة انتهت انبارح بالتصالح وقررت نيابة النوزة الجزئية اخلاق سبيل صاحبة الكلب في نفس الوقت بالمناسبة والد الطفل المصاب في الوقعة قال ان الصور المنشورة واللي فيها دم على وش الطفل مش حقيقية لان ابنه تعرض للعض في رجليه على اساس انها تفرق ماشي لكن العضة كانت في رجله وقال ان الصورة دي مش صور ابنه اصلا وانا ما كانش فيه انتقام من ابنه زي ما اتناشر لكن فيه طفل تاني دائق كلب وكان مع واحدة من اولياء الامور في معاد خروج التلاميذ من المدرسة وده اللي خلي الكلب يهجم على الاطفال ويعود محمد في رجله طبعا الاب بكذب البوستات اللي اتناشرت اليومين اللي فاته زي ما يكذب الصور اللي اتفابريكت عشان تعمل الازمة دي وبغض النظر بقى بصراحة موقف الاب انا مش فارق معايا انت حر بتفرد في حق ابنك اتصالحت اي مكان ده مش موضوعي اساسا ده خلاص بقى انت حر لكن اللي انا بتكلم فيه واللي انا يعني بطالب وزارة الداخلية بالتحقيق فيه وهو ازاي ان واحد يكون عنده كلب احراسة بالشراسة دي يروح قدام مدرسة ابتدائي او نمشي بالكلاب اللي هي من نوع ده في الشارع من غير كمامة عشان نحمي الناس من العض ما هو اي كلب سهل جدا اثارته سواء من النوع الكلب ده او انواع تانية من الكلاب كتير فازاي ان واحدة تاخد كلب بدون كمامة وتروح عند مدرسة بتاعة اطفال وارد ان الاطفال تحاول تهزر مع الكلب تستفز الكلب تستفز صحبة الكلب ده مش موضوعي لكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وكان فيه مقترح قانون نتقدم لتقنين اقتناء الكلاب وان ده يتم بترخيصها من وزارة الدخلية وان يتم وضع ضوابط لاقتناءها وان ما فيش حد يمشي بنوع كلب زي ده او انواع الكلب دي بدون كمامة فالست اللي خدت كلب بالوحشية دي وراحت عند المدرسة سواء بازا كان القب بتنازل ما تنازلش هو حر في حق ابنه حق بقية الاطفال حق الناس اللي المفروض يمشوا في الشارع بأمان ولا انا ايه واحد كده معاكل بقرر يتمنظر بيه في الشارع فينزل يطلقوا على خلق الله وحتى لو البوست اللي اتنشر على السوشيال ميديا اللي مين اللي فاته متفابرك وحتى لو العضة مش في وش الولد وطلعت في رجله الكلب ده مسئولية صاحبته اللي كانت وقفة قدام السور بتاع المدرسة والناس وقفة بالمنظر ده وحتى لو قسرة الولد برقتها من اتهام الانتقام على الفيسبوك ما حدش يقدر يبرقها من مسئوليتها عن كلب حراسة يعني بيتميز بالشراسة واللي مكانه المفروضه في بيت او في جنينة او في فيلا بتاعت حضرتك انما وجوده عند المدرسة او وجوده في الشارع بشكل ده ده شكل خطير ومحتاج وقفة مع الوقع عشان ما تتكررش تاني ده اللي المهم لكن ده انه يتساب على فكرة مرة عملنا حلقة هنا في هذا الصباح كتير جدا من ناس اشتكتلين من الناس اللي مربية كلاب شرسة وسايبها كده على خلق الله او اللي بيثبته ناس بالكلاب وسرقة فمناطق كتير على الفكرة في مصر عشان كده الموضوع ده لازم له وقفة الست دي ما تعقبتش على وجودها جنب مدرسة بتاعت اطفال بكلب شرس مش محتوط له كماما احنا معنا الاستاذ محمد فتوحة والد الطفل استاذ محمد صباح الخير صباح الخير يا فن صباح الخير حدريك اتنزلت عن المحضر صح اه احنا الصالحنا في الاسم النوز يا فن اه انت اتنزلت عن حق ابنك في ان الكلب عضو حدن الحمد لله انا شاف ان الولد اللي مفيش فرده اه حاجة في الوطر بتاعه ومفيش حاجة اف peel الحمد الله العبده جد في اللحمة بتاعه الأقلبت صحيح researched بس الحمد الجوعة ساتر ربنا ان هي ماجدش بحاجة من الحاجات ديه وقادر يمشي الحمد لله كويس الحمد لله ان ربنا ساتر الحمد لله فن صاحب الحمد لله طب اه اه ادنك كويس مش مختوج مش الان كويس الحمد لله طبعا الحمد لله أنا أنا عارضة في المسكشرة تحت الحميات بدي له الجرعة التانية زي ما قالوا لي يوم 17 يوم 14 بدي له جرعة في منشيط البكري وقالوا الجرعة التانية أخدها في الحميات يوم 17 طب وإنت أتنزلت عشان الحمد لله ربنا سطر ولا والله الناس يعني في الاسم قدام واسم أباحة الصراحة يعني الناس أبدوا أنهم بقى أسف وأعتذروا والحكاية غصبا عنهم مش مقصودة رصبا عنها طيب أستاذ فتوح ألف سلام على ابن حضرتك مشكورك مشكورك فاني مشكورك فاني طيب وحق الناس في الشارع طيب أستاذ فتوح تنزل عن حق ابنه وهو حر طيب وحق الناس حق المجتمع مش عارف طيب عموما كل واحد حر في حقه لكن احنا بنتكلب بشكل عام إنه هدي الكلاب المفروض إنه غير مسموح ليه إنه تمشي الشارع بدون كمامة أو إنها تقف في مكان فيه أطفال أو تجمعات ناس بالشكل ده وارد أنا ما بقولش إن حد كل واحد ماسك كلب راح ينتقم من واحد مش بالضرورة بلاش بلاش دوافع لانتقام لكن مش معنى إنك بتربي كلب إنك تسيبه يعد الناس عدى بقى المرة دي جات خفيفة وربنا سطر والحمد لله ما جاتش في الوطر الحمد لله ممكن المرة جاتيجي في الوطر وبرضو هنقول الحمد لله على كل شيء بس مش عارفة لو كانت جات في الوطر كان أبو محمد هيتنازل برضو ولا لأ؟ كثير جدا من الأمور على الفكرة اللي محتاجة ضبطه وإحنا كثير جدا بالمناسبة محتاجين نساعد نساعد رجال الدخلية